السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومتابعي القناة أهلاً وسهلاً بكم معي أعزائي متابعي القناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنسى في فضلكم دعم القناة بالضغط على زال الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله أحبتي تلاميذ سنة رابعة متوسط سعيدة جداً بتواجدي معكم مرة أخرى لمواصلة المراجعة الشاملة والسهلة والملخصة الخاصة باختبار الفصل الأول إن شاء الله مع هذه الفيديوهات وهذه الملخصات ستكون مادة لغة فرنسية سهلة بالنسبة لكم لأنها صراحة سهلة فقط لو تبعتوا النصائح وطريقة الملخصات طريقة الملخصات هذه عندي تلاميذ بزاف رح كانوا يتبعوني من سنة أولى ومتوسط يعني تلاميذي أو فياء وكان يتبعوا هاد الطريقة واللي جابت معاهم نتيجة ممتازة جداً جداً سراحة هاد شي شفتوا في نقاط تلاميذي في الفرد والاختبارات يعني نتائج ممتازة يعني ما شاء الله حاليهم طريقة الملخصات هادي اللي راكم معايا أول مرة كما راكم تلاحضوا معايا برنامج الفصل الأول كامل شوفوا معايا اللخصتوا في هاد النقاط كما شفتوا هاد ليتخوا سيكنس يعني كدرو هاد النوع من الملخصات يتنحلكم الخوف وكذلك الاستخاذ هاداك والضغط الكبير تاعد الدروس يعني هاد الدروس كيتشوفوهم في الكاي ولا في المانويل السكولير يعني رحيجوكم بزاف وتخافوهم من هام والمراجعة جيكم صعيبة ولكن بهاد الطريقة يعني في مادة لغة فرنسية أو في المواد الأخرى حاول أنكم تعتمدوا هاد الطريقة لأنه هاد الطريقة سراحة يعني كما قلت لكم جابت نتيجة مع سلاميذي وأنا لما كنت تلميذة كيمانتومة يعني من سنة تسعة كيمانتومة دوكا حتى للجامعة وأنا نخدم بها والحمد لله كانت نتائج ممتازة هذا فقط بين قوسين باش نشجعكم على المراجعة ايدا عندي البرومي تخيمس هذا كنا شفنا فيه يعني ثواء سيكنس وبعد تلميذ مازال ما لحقوش للتوازن سيكنس ولكن رح ندير لها المراجعة يعني ممكن بعد تلميذ لحقو لها عندي لها المراجعة يعني وصف منطقة أو وصف مكان هذا فيما يخص لتام جنرال أما دروس القواعد كنا شفنا لستريكتور دوكس أرغمانتف بلس لذب دوكس أرغمانتف لستريكتور دوكس أرغمانتف تعني بنيت النص الحجاجي أو يعني كيف يسكتبت النص الحجاجي أو كل المصطلحات اللي عندها علاقة بلتكس أرغمانتف دوكس أرغمانتف دوكس أرغمانتف دوكس أرغمانتف لذب دوكس أرغمانتف الأفعال الرأي أو الأفعال اللي نستعملوها حتى نكتب وجهة النظر هنا في هذا الدرس سنوريكم كيف يشتعرفون لفكابولار دو العجومنتاسيون كيف يشتعرفون تستخرجوا لتام لتاس لزعجمانتف يعني كل حاجة عندها علاقة مع لتكس أرغمانتف عندي كدلك درس لفكابولار دو لدسكريبسيون دو لالوكاليزاسيون يعني المفردات أو المصطلحات اللي نستعملو في وصف و تحدد أماكن المنطقة يعني اللي assistir نصفها هنا يرجحن يعني الدجم 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 ويشتعني دجم بعيدات يعني افعال لالوá بع Süدا blocked سنستعملوهم لتحدد أماكن عندك درس لازال applying اود مبسيحة نكتب 대 지나 النجوملا المكاميلا عندك درس لalımلحادر اللي هو الحادر زمن الحاضر هذا الدرس يعني كنا شاهدنا في سنوات السابقة فقط رح نديرو له اعادة فيما يخص لبروديكسون الكريت الخاصة بهذا سيكون هاتكون كمان ديكريف اون ريجيون ولا يعني كيفاش نوصفو منطقة اهنا يا احب بسرح نعطيكم انا اكزامبل ستاندار يعني نموذج صالح لوصف جميع الاماكن حاولوا فقط تغيروا بعض الاسماء يعني اسم المدينة واسم المكان واذا قدرتوا يعني واذا حبيتوا اضيفوا بعض المعلومات هذا فيما يخص لبرومير سيكونس كما شفتوا مع الملخص دروسة هي سهلة بزاف بزاف الدرسام سيكونس كالعنوان تحا ديكريف 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 وغلواغ يعني وصف شخصية تاريخية او المجدو لاجدادنا وهات دروس عندها علاقة بالتاريخ الجزائري عندي دروس القواعد لكونكتور دينوميراسيون اللي هي روابط التارتيب او أدوات التارقيم هذا القasing في المجال في المطلوب لأنه يسمح flatten الزفادي هو الطريقة التسرير عندي البروبوزيسيون سبباً عني الولاتيف اللي هي الجملة الموصولة واللي احنا احبتي لازم عليكم ديروا الفرق جيداً بين الولاتيف اي الكمبلاتيف احنا نوري لكم كيفاش تديروا الفرق بينتهم لانه هاد السؤال مهم جداً في الاختبارات فيما يخص لفروديكسيون ريحت تكون حول وصفة لبرصناج إستوريك يعني الشخصيات التاريخية وهنا كذلك نعطيكم نعطيكم نموذج صالح لوصف جميع الشخصيات التاريخية والتخوزين سيكنس اللي اهنا ما عندش فيها بزدف دروس وكل العنوان الساحة كنا نشفنا في دروس سنة ثالثة متوسط اللي هو الثورات احنا نشوفوا المواضيع عندها علاقة مع الثورات اما دروس القواعد عندي الليكسيك مليوغاتيف والليكسيك ديبريسياتيف الليكسيك مليوغاتيف هو مجموعة المصطلحات او الكلمات اللي نستعملهم في الوصف الايجابي حتى نعطي قيمة ايجابية وقيمة اكثر للشيء الموصف سواء كان تراث او منطقة اما الليكسيك ديبريسياتيف العكس سعو يعني مصطلحات سلبية تنقص من قيمة الشيء مليوغاتيف هي ايجابي مصطلحات ايجابية ديبريسياتيف مصطلحات سلبية كذلك نسميه الليكسيك يعني يعطينا قيمة ايجابية او الليكسيك ديبالوريزان اللي هو ينقص مقيمة الشيء يعني اذا تتلاقصوا مع هاد المصطلحات احين تفهموا باللي المصطلحات اللي نستعملوها في الوصف سواء بشكل ايجابي او بشكل سلبي عندي الشيء بيخص دروس لغرامر عندي لسيبورداني ديكوز اي ديكوز اي ديكوز اللي هي يعني جملة السببية و جملة النتيجة احنا لكوز اي ديكوز اي ديكوز اي ديكوز المراجعة من فضلكم تحفظوا اللي فقط لزارتشكولاتور او يعني اللي نستعملوهم بور لكوز اي بور لكوز يعني باش تديروا الفرق بينتهم لان السؤال اللي يطرح هنا فقط يقول لك كاللو رابور اكسبريمي دان ساتفراز اذا اعرفت لكونكتور هادوك ولا لزارتشكولاتور هادوك تعرف اذا كانت كوز وايلا و هاد الدرس رهو موجود بالتفصيل في القناة يعني اللي يحبو شرح اكثر رهو موجود في القناة فيما يخص لفروديوكسون اي خيت اللي هنا رح يتحدث حول وصف واحدة من التراث سواء كانت تراث يعني البسة او اكل او عادات وتقاليد اكسي ترا دانك اللي هنا لاتخوز هادوكسيكونس هادو يعني ما نشكش فيها انها سكون في الاختبار صوف هادو هادو الدرسين يعني يعني فيما يخص لفروديوكسون اي خيت المحتملة في هاد الاختبار ان شاء الله ستكون حول وصف شخصية تاريخية او وصف المنطقة اه ولا احباتي عندي كالك رمارك اللي هادو فيديوكم بالزات ازاف الاجتماعات عن النصوص يعني حول افهم الناس عندي لتيب دو تاكست يعني نمط الناس نمط الناس هنا على حساب الناس اللي اعطيها لك اه ممكن يكون ديسكريبتيف ويكون انفرماتيف وناغاتيف ديسكريبتيف اذا كان يوصف منطقة اه ناغاتيف اه فيما يخص النصوص التاريخية شوفوا انتم مسألوا الاساسات تعكم يعني بعض الاساسات دا يصنف هذيك النصوص على الشخصية التاريخية اه لتيب تاها ديسكريبتيف لانه يوصف شخصية تاريخية وبعض الاساسات دا رحو يصنف فيها ناغاتيف يعني نمط سردي لانه يصرد لنا احداث تاريخية احنا يقول الاستاذ انا صراحة نعتبرها ان تيب ديسكريبتيف وعلش نديرو ديسكريبتيف بس ك رحو يوصف في مراحل يعني حياة هذيك الشخصية ويعطينا يعني كاراكتر تحديك الشخصية دانك رحو يوصف فيها مراحل يحكي لان الحكاية تحا فمتوني دانك لتيب سي ديسكريبتيف انفورماتيف هي تخص لباتريموان يعني يعطينا معلومات حول هذيك التراث بغيف حدفي ما يخص لتيب لعبزي لعبزي سع جميع نصو سنرى متوسط من اول درس الى اخر درس ستون فيزي ارغومنتاتيف يعني الهدف الهدف من هذا النص ستون فيزي ارغومنتاتيف هاد السؤال وهاد السؤال يتكرر بزا بزا عندي لصوص مصدر النص هنتلقاه دائما في اخر النص احنا كذلك احبت نسحكم انكم تفو لفديو تعال لكيش لبلي فريقان يعني هي الاسئلة الشائعة والمتكررة في جميع الاختبارات وطريقة الاجابة النموذجية عليها صحيحة ما نقدش نعود ندخلها في هاد الفيديو لانه الفيديو رح تكون طويلة بزا بزا يعني ما زالت عندي المراجعة اذا حاولوا انكم تشوفوها وفي اخر الفيديو نخليكم صور لهاديك الاسئلة حاولوا تراجع عليها ولا احباتي هدا فيما يخص ملخص عنوين الدروس كما شفتوا يعني من خلال هاد الشرح اتسادح لنا وشرحيننا عاجع ولا رح نشوفو هاد الدروس كامل بشكل البسيط ولا احباتي احنا كما لكم تشوفو رح يعني النموذج للمراجعة سهلة وواضحة وعن طريق المخططات يعني المعلومات تدخل يعني بصفة عليكم لازم عليكم تخرجوا من هاد الفيديو فهمي جميع الدروس اذا نحن نبدأ اول حاجة تابعوا معي جيدا اول درس هو يعني المصطلحات نستعملها في النص الحججي اللي عندها علاقة مع التكست ارغومنتاتي احنا يحن تلقوا التام اللي هو الموضوع العام او الفكرة العامة عندي التاز اللي هو رأي الكاتب لازارغومنت اللي هي الحجج والبراهين كي مركم تجاه اللي هنا وعندي البرب pour argumenter هي الافعال اللي نستعمل لها يعني حتى نبرحن الحجج وعندي les examples و lillustration اللي هما الامثلة والصور هادو كامل نلقوهم في التكست ارغومنتاتي يعني حنلقوهم في المقدمة والعرض والخاتمة عندي الانتroduction اللي هي المقدمة رحن نلقوهم فيها لتام و التاز والا لديفلوكم رحن نلقوهم فيه لزارغومنت بلس لزارغومنت لزارغومنتاتي لكون الخاتمة دانك لتام هو السجي و دي جنر يعني الموضوع او الفكر العام هنه السجي هادو 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 كيف تستخرجوه لما تقرأوا النص ساكم تبدأوا من العنوان والمقدمة يعني تكملوا تقرأوا النص رحن تفهموا على واش رحو يحكي سواء اذا كان مدينة او منطقة او شخصية تاريخية او صورة يعني هادو هو يعني الموضوع العام اللي تحدث عليها النص ولا يقول لك لدي جنر يعني هادو السؤال يتكرر دائما في الاختيب يعني كالي لتام دو ستاكس وكالي لتام ابو دي بار لتاكس اكس تام يعني موضوع النص عندي العتاز العتاز يوجهة نظر الكاتب هنه سوى تلقاوها بكتوبة بنتاز تستخرج العتاز من النص العتاز دائما تلقاوها في المقدمة تلقاوها في يعني في المقدمة للنص افور العتاز هذه بيش نستخرجوها ممكن تلقاو معاها un verbe d'opinion voilà les verbes d'opinion par exemple je trouve que je vois que je crois que je suis convaincue je suis sûre par exemple تلقاو personnellement à mon avis d'après moi يعني بعد نشوف هد les verbes les expressions d'opinion par exemple هد هد هما اللي بين نا l'attaz في بعض الاحيان كاي النص ما تلقاوش فيهم خلاص l'verb d'opinion وما تلقاوش فيهم l'expression d'opinion هنا لازم تكونوا اذكية وديروا استنتاج l'attaz يعني لازم تخرجوها وهي ان جنرال حس حاجة positive يعني الكاتب يعطينا رأيو بطريقة غير مباشرة يعني ما يدخل لذلك l'verb d'opinion donc احنا ينتابه جيدا عندي les arguments اللي الحجج والبراهيل donc هد les arguments تلقاوهم في الديveloppement يعني كوش نحن تخفجوهم حن تلقاو معهم les connecteurs de numération les connecteurs de numération هدوا par exemple d'abord ensuite enfin premièrement deuxièmement troisièmement هدو هدو هم نتخفهم les arguments مثلا نطلب منك انك تتخرج un argument أو deux arguments من الناس نسا يتروح للوسط الناس وتلقا les connecteurs de numération هدوك اللي من علىهم رحسكون هدوك هدوك هم les arguments اذا إذا قالك les arguments معنى سعى البراهين والحجج voilà les verbes pour argumenter رح نستعمل prouver par exemple démontrer convaincre persuader يعني هدو les verbes لنستعمل هم ما les exemples أو l'illustration هي الامثلة والصور احنا ممكن تلقاوهم كذلك في development تلقاوهم مع les expressions اللي نستعمل لهم pour donner des exemples par exemple comme tell voilà هدو هم اللي نستعمل لهم باش ندير les exemples voilà احببتي هدف ما يخص ل vocabular de l'argumentation انتم ركزو لي بشكل اكثر حول le thème la thèse باتي عندي شوفو عندي درس اخر اللي هو la famidomo نظن رهو محظو في العام هذا ولكن لا بأس ان نذكر كم به la famidomo هي مجموعة كلمات يعني عندها نفس الاصل يعني عندها حروف مشتركة وعندها نفس الاصل ويكون المعنى تح متقارب par exemple voyage voyager هدو س sont des mots de la même famille par example courage courage courageusement encourager voilà فهمتوا المعنى تعلي يعني la famidomo هي كلمات تشارك في نفس الحروف ويكون عندها معنى متقارب هذا في حالتما اضطلب منك انك تستخرج des mots de la même famille من الناس voilà par exemple le verbe combattre combattant combatt voilà هدو هدو هما les mots de la في ما يخص هذا الدار عندي كذلك دار مهم جدا جدا وهو le chan lexical le chan lexical كنا شاهدنا السنة السابقة وازمنا عود لها العام هذا le chan lexical بنا اما le chan lexical يعني الكلمات معند حتى علاقة في الكتاب معند علاقة في الحروف معند علاقة في الاصل ولكن عند علاقة بالفكرة يعني التام صح هو نفسه فمزوني بار احنا ان جنرال راح اعطيكم le chan lexical de la guerre le chan lexical de la guerre بار اعطي عندي revolution اللي هي ثورة عندي combattant محارب comba يعني معركة عندي independence عندي liberty هادو كامل الكلمات شفتو عندو معلاقة بكلمة الحرب هذا وش مقصدو بالشان lexical وهاد السؤال هو يتكرر بزاف في المواد نتقي هنا احبتي للموضوع اخر يعني الموضع كامل هي عندها علاقة مع بعضها واللي هما les verbes يعني افعال وعيبارات عرائي احنا يعني بش نعبرا لعرائي تعنا عدنا سوان ساملو دي وعندي احنا دي كوار penser trouver remarquer estimer juger aimer approuver apprécier affirmer admettre être persuadé être convaincu être sûr supposé يعني مجموعت الافعال هادو كامل نساملو بش مدر رائي تعنا وهادو هما لإذا القيسو واحد فيهم في النس هادو هي لاتز وإلا لأمين بشتخارجو بهم يعني وجه سمدر وممكين يقول لك روالب دي تكس un verbe د opinion voilà لذي لذي هادو سلقه في المقادمة أما فيما يخص لذي إذن عندي امون 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 ده مو سلو مو جي لأمين كو يعني هادو عبارة كده مستعملو هم pour دوني لاتز احنا يا أحب بسي كدليك هادو الجدول اللي رح يفيدكم بزا 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 عندي هادو كامل عبارات أني نستعملو لهم في لاتز يعني إذا لقيت وحدة من هادو هادو كيا لاتز بار امون سلو مو داب مو امون 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 كنسرن جس داب ك جس سيم هادو كدليك حاول أنكم تقرأوهم يعني ولا ديروا capture يعني فقط نل مراجعة المهم تما تفهموا لي باللي لاتز لازم نستعملو فيها دي verbe و دي اكس بايش نعبرو عليها أحب باتي بعد هاد الدرس سيكون عندي درس لك نكتور دنمرا سي لك نكتور دنمرا سي هما نستعملوهم حتى نرتب الحجج والأفكار ترتيب يعني تسلسلي ترتيب منطقي حتى يكون النص دعنا عندو معنا ويكون شكل تاعو واضح دنمرا عندي دي كونكتور نستعملوهم برزنتي لبرمي ارغيمن يعني باش نقدمو الحجة الاولى بار اعندي دابور تو دابور ان برمي لي دي مبار دن كنتي باش نتسبو لepwormي الارغيمن ل froze مبار احنا انا بвод انسيستي يعني باش نضيف حجة اخرى ولكن يعني بصفة الحاح يعني رحنضيفوها حتى تعطينا إذا reform massive أكثر estructur. إذا Awak أود أن تكون بحضور أكثر, أنه يمكن أن تكون قادر أكثر مثلًا ، ومن ثم أخرى ، ومن ثم يمكن أن تكون الوائعين فقط. لكن ، الإنتابة بالنسبة لي. الواحد ، والأخطئ لنتمجيس. فقد عملوا الى تركيز ، يمكن نقصب الى تركيز على هذا الموادي . و هادو كذلك يعني تقدروا تستعملوهم تقدروا تستعملوهم باش تحرفو لزارغيمون من الناس اذا تطلب منك انك تستخرج الارغيمون رح تلقى الارغيمون يكون قبلو وحدة من هاد نواصل هنا احبتي عندي درس اخر اللي هو la proposition سبعداني relative و la proposition سبعداني completive conjunctive يعني احنا يا لازم عليكم تديروا الفرق جيدا بين الارغلاتف اي الارغلاتف احنا هنعطيكم بعض معلومات البسيطة باش تقدروا تفرقوا بينها عندي الارغلاتف ستنو اكسبنسان دونان يعني هي توسعة للاسم اللي تنتخدويت بغم حنو الارغلاتف و يعني ندخلو هاد الجملة الموصولة باداس وصل ممكن تكون كي وإلا تكون ك يعني عندي دواث اخرى عندي دان عندي او مي هادو رهم حدوفون لعام هادا فقط لازم عليكم تعرفوا لارغلاتف par کی و لارغلاتف par ك voilà عندي لبقون الارغلاتف سي place toujours après لانتصدن لانتصدن هادا سي لنان كي لرمم يعني لبقون الارغلاتف سواء كي وإلا ك رحيكو ندائمن قبلو اسم و الاسم هادا هو الاسم الموكرر ولنسميوه لانتسيدان هنا عندي فلا complétive elle est introduite par la conjonction de subordination que placée après un verbe donc لما قلكم مانا يلا هنا elle est placée après un verbe شوفوا donc نكمل لكم هذا الشرح بعد باش نعطيكم الفرق بينسان كيفاش تفرق بينسان elle complète le sens du verbe qui le précède يعني هذا la proposition subordonnée complétive يتكمل معنا الفعل اللي قبلها الفعل اللي قبلها ركزوا معايا جيدا هنا عندي un verbe وهنا عندي un an voilà عندي un ne peut pas t'être ne déplacer ne supprimer يعني هاد la complétive ما نقدروش بدلولها بلاستها وما نقدروش كدلك نحذفوها لا يمكنوا حذفوها لانها تكمل معنا الفعل voilà هي ما هيش اضافية ولكن هي لازم ندروها لانه هيا سكملنا معنا الفعل elle joue لغول دان complément d'objet direct هي تلعب دور مفعول به إذن إذن احنا بشتدرو لفرق بين la relative et la complétive لانا في الاختبار يأتيك جملة ويقول لك كلي la nature grammaticale de la de la phrase ou de la proposition سن 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 يكون قبلها أنان وهنا في ال completing ك تح ك هذا يكون قبلها هذا هو الفرق بين أثم ال relative ك تح يكون قبلها أنان و لازم تقرأ المعناة جيدا كذلك ك إذا كان قبلها أنان نسميه ك إذا cu have هنسميه ce هذا هو kleiner لبيناتهم. اه اذا عندي اه هنا اياه لاحظوا معايا هنا. والا عندي عندي عندها مش كنت نشرح لكم. ك هذه لما تلقوها في الجملة اذا كانت مسبوقة باسم رايحن هي تكون اه اذا كانت مسبوقة بفعل رايحة تكون هذا ملخص. هذا الدرس اذا حبيته يعني شرح اضافي. هذا الدرس راهو موجود بالتفصيل في القناة. نمثل هنا احباتي عندي درس لبخيزان دي لانديكاتيف. احنا يوش لازم عليكم تعرفو. احنا تعرفو طريقة تصريف الافعال. افعال مجموعة تلاتة في زمن لبخيزان دي لانديكاتيف. هذا الزمن راهو سهل بزاف بزاف. لازم عليكم تعرفوه لانه في الاختبار راهو مطلوب عليكم. اه اه احنا راح نشوفو فقط لترمينيزان. عندي البرب تاع البرمي دوزام البرمي دوزام 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 د إلي فина إس المفني إت عند Lee S S D O N S E Z I T عند Lee X X T O N S E Z I T عند Lee عن عالد الأخفةрать الأ titğıل عند Lee Saiyip headedم يمكن أ Chase S E O N S E Z I T Tra 없습니다 هذا let's try конoon crítين عن عالد الأ που للفعل وتريقتل على paradoxح عندemos لفعل عالد الأبد في يخدير قيمة الرسالة هنا هنا لفعل عالد الأبد أ嚣친 قيمة الرسالة الأمر عندنا لفعل عالد الأبد jeunes أن تريد القيمة الغadows ن Ideally هذه الآية مع sale كم تعرفون جيدا هذه أست أيتم اعتذب س jede هذه سأصب أ Анд برس أخذ كبذلك هذه الأ Perfect سأصيل ونتما أنت ه vigil هذا من البرب يعني للاسنت كنت تعرفهم يعني بار كير يعني ندون مساء وكالتدائي هذا عنده اتر جسوي تُوِي إلْ أَلْ نُو سَمْ وُوزَتْ إلْ أَلْ سَنْ افور ج تُوَا إلْ أَلْ نُوزَوَا 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 إلْ أَلْ زَنْ عنده الوبرب ألي جُوزَي تُوَا إلْ أَلْ وَعَا نُوزَوَا نُوزَوَا إلْ أَلْ 20 voilà أحباتي هذا في ميخوز تصريف لِوَا لِوَا وَوَا نُوزَوَا نفس التصريف هو في زمن لِوَا 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 نفس التصريف فقط لقيمة تاؤو تَرْسَلِف voilà ننتقل هنا كذلك لِوَا 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 سُبْجَنْكْتِف وَوَا تصريف اللي نصرفو فيه الفعل اللي يكون داخل في الشك وعدم اليقين يعني هذيك الحادث أو الفعل معناش نتأكدين من الحدوث تاعه أو عندنا خوف من الحدوث تاعه أو عندنا نتمنى الحدوث تاعه دونت هو غير مؤكد ويدخل في عدم اليقين يعني وش لازم تركزو لي في السبجنكتيف يعني أول حاجة طريقة التصريف أكيد لازم تعرفو كل فعل كيفاش تصرفوه اللي احنا تاعي البرمير ودوزين جروب راهو سهل التصريف تاعه بزاف بزاف فقط عندنا إشكال في البرم تاع لتخوزين جروب اللي هي يعني أحكم فيها ان شانجمان غاديكال يعني بعد أفعال المجموعة تاليتا يعني تتبدل كمبلتما باركزمبل لفر كُّ جُّ فَس كُّ تُّ فَس كُّ كَلْ كَلْ فَس كُنُ فَسِي كُّ كُّ كَلْ كَلْ فَس شوفوا يعني لشانجمان كيفاش رح يكون احنا فقط ترجعو لدرس لسبجانكتيف قيزان راهو موجود فالقناة ويعني موجودة طريقة تصريف تاعه ونماذج كثيرة من الأفعال اللي باش يعني تتعلمو كيفاش تصرفوه احنا لازم كيما قدت لكم تعرفو لترميليزان تاع لسبجانكتيف كيفاش تصرفوه وكذلك وقتاش يعني او حالات تصريف الفعل في زمن لسبجانكتيف دوك نشرحهم ولازم عليكم تفهموهم جيدا لأنه السؤال في هاد تاع هذا الدرس في الاختبار يعطيك جملة ويقول لك كونجوغ لذعب أو تن ومود كي كونجوغ يعني تصرف الأفعال في الزمن المناسب احنا رح تشوف أسكو رح تصرفهم في الانديكتيف أو وسبجانكتيف وقتاش تصرف الفعل حدك في السبجانكتيف دوك نشوفو الحالات هادوك والحالات هادوك لازم عليكم تفهموهم جيدا وتحفظوها يعني وقتاش تصرفو في الانديكتيف وقتاش تصرفو في السبجانكتيف هدا هو المعنى دوك احنا عندي التارمينيزان تعالي برومي جروب هي الفعل اللي رح كنجو نصرفو نحاولو لاماركس الانفينيتيف اللي رح ونديفو هاد لتارمينيزان نسابوه اللي احنا جيدا في النوب فقط رحو هو تقريبا نفس تصرفو لبراكس دوك ولكن نحنا نسابوهم عنو عندي اے ا س تاريونس 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 سديونس 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 إد удобس سديونس 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 السبيونس تاريونس emergingه أسigten ذريونما سيعرف سعرف سنكون ستعد على العمل تاريونس كو هذه Kazakhstan كُّ جُّ فِنِيسَ كُّ جُّ پَعْلَ فَمْسَوْ كُّ هَدِكْ رَحِي دائمًا دين تابعه و لازقامه لبعنان پرسنال وَالَهَدَا فَيْسُبْجَنْكْتِفْ أما فيما يخوص لفربي دي ترزيم غوب كم أخوص لكم أرجوه للقناة سرحين تلقاو بزافنا ماده جدا لترزيم غوب عنده لعنسل عائف ايه وَالَي وا حنا يعنسل هناك أرجوك فيسن سر فورا كُّ جُّ شوى كُّ تُّ شوى كِلِكَلْ صُتَ كَنُو شَيَنت كُّ كُو سَيَت كِلِكَلْ صُتُ كُّ هَدِرَهِ دائمًا سيكون لازقامه لبرنامه لفربي دي تربتر عنده لعنسل عائف كُّ جِي كُّ تُّ اي كِلُ كَلَ اي كُونَ زَيَّن كَوْزَيَيْ كِلُوْ كَلَيْ لَوَرْبُ أَلَيْ كُّ جَايْ كُتُ أَيْ كِلُوْ كَلْ أَيْ كُنُوْ زَلِيَ كُوْزَلِيْ كِلُوْ كَلْ زَيْ هذا فيما يخص تصريف لَوَرْبُ أَلَيْ هنا أحبتكم صنع لأهم جزء في هذا الدرس للمودة سبجنكتف اللي هو وقتش نصرفو الأفعال في لندكاتف وقتش نصرفو في سبجنكتف فرقزوا معي جيدا دنك لحنا رح نشوفوا هاد الأكزمبل سببا معي يعني شرحره وسهل لحظوا معي جيدا لحظوا معي جيدا لحظة عندي سأل بخومي ورغب لبرمي ورغب هو لغب سويته سويته هذا نعبره به على تمني يعني نتمنىو حاجة نتمنىو حاجات سوقع ولكن معلاش نتأكدين منها ما زالها ما هيش داخلة في اليقين هدا هو شمعنة لسيب جانكتيف يعني نتمنى فقط الوقوع تحا ممكن انها تقع ممكن لا هدا هو لسيب جانكتيف يعني باش موضح لكم الامر عندي لما جو يصرفوا لدوزين ذاغب هذا لازم دائما تشوفوا لبخومي ذاغب تشوفوا طبيعة لبخومي ذاغب هذا اذا لقيتوه مثلا يعبر على التامني يعبر على الخوف يعبر على الرغبة على الشك على الأمر هدا لما تلقوا هاد الحالات اللي رح نشرح لكم في الجدول فيما بعد لدوزين ذاغب هدا رح ندروف لمود سب جانكتيف يعني على أساس الفعل الأول رح نتصرفوا الفعل الثاني ولما في الاختبار يقول لك كونجوغ لذاغب entre پارنتاز ومود كي كنفين لحنا أكيد رح يعطيك لذاغب لبخومي ذاغب هدا رح يعطيه لكم مصرف هو يقصد لدوزين ذاغب لدوزين ذاغب هدا يعطيه لك على انفينيتيف ويقول لك صرفه لسوا في الانديكاتيف ولا في سب جانكتيف أنت كيفاش تعرف هدا وقتاش تصرفه في الانديكاتيف وقتاش تصرفه في السب جانكتيف سروح تشوف معه لبخومي ذاغب يعني على واش يعبر هاد لبخومي ذاغب لكم العاجدول ستفهموا أكتر يلا هنا أحبت سيركزوا معايا جيدا احنا يرح نشوفو الحالات لنصرفو في غالفعل اذا كنوا عندك دلك اللقبة دكتور مدرسي الوحيد ويحصل على المدرسي البرسيطة اذا كنت سوف نتصرف على المدرسي الوحيد في ما يخص للمدرسيطة لذلك يمكنك توقف على المدرسيطة ويحصل على البحث في المدرسيطة craindre, désirer, avoir peur, voilà هذا إذا كنت في المرحب يتحدث من هذا لدوزيين مرحباً يتحدث في المدى سبجنكتف إما إذا كنا نعدي دي verب impersonal, par exemple إذا كنا نعدي دي verب لدوزيين مرحباً يتحدث في سبجنكتف إذا كنا إذا كنا نعدي دي فاسس تي دوار يجب عليك أن تنجيزا ويجباتك هذا كفاس سرفنا في سبجنكتف والا شرفنا في سبجنكتف لدوزيين مرحباً يتحدث في المدى لدوزييني مرحباً يتحدث في المدى إذا كنا نعدي دي فعل او عبارة تعبر عن الوجوب او الامر الاضر او الوبليغاتيان هي نفسها يعني انا لما تلقاوا الورب الاول يعبر على الاضر او الوبليغاتيان الدوزين الورب رح ندروه او موضة سبجنكتف بالضبط الورب اغزيجي اردني اي الفو سي الورب فالوار الي امبورطن الي اندسبنسابل اكترا اذا لقيت واحدة من هاد العبارات في الفعل الاول او في الجملة الاولى الجملة الثانية العبارات ي servescare رح يكون عمودة سبجنكتف اما الا تكن تعند دي لار اون الاندغسون واندغسون الاندغسون على الاندغسون ولا اسم تهم او الموضة للخصص المصف اول عدم دوف attentليموع تغوри بدا او في العنگسون تعني نفي الاندغسون هي الاسدفعام اذا قErطو النفي او الاستفعام مع عمضônٍ واندغسون هنا يا لدوزين ناح ندروه حندروا عمودة سب میción هناك بسيطة المثال التواصلين هذا هو المعنى ولا أحبتي حدا فيما يخص دروس القواعدة يبقى نع درس الليكسيك مليوراتي في الليكسيك ديفحيسياتيف ويبقى نع كذلك درس لكوز وكذلك عندي كيفية كتابة الوضعيات الإدماجية هنا يا فقط رح نعطيكم لمحة يعني طريقة كتابة الوضعية الإدماجية هنا وش لازم عليكم التكست أرغومنتاتيف وش لازم تديرو فيه تديرو الإنترودكسيون لازم تديرو العنوان تديرو هو التديرو تديرو الألنية تخليو جزء من الحامش vous allez présenter le thème تطرحو الموضوع هنا بأعزمبل في la description des régions احين تديرو la localisation de la ville يعني تطرحو اسم المدينة أو اسم المنطقة و تديرو الموقع الجغرافي تحا إذا كان تحاول شخصية تاريخية رح نحن تكرو شخصية و تديرو تاريف بسيط عليها و بعدها أتكسبوا لتهم يحين تديرو لتاكسيين سمعوا حافظين ومريكسيان لتأكسيين من حافظين المضى أنه يكون من خلالي جزيلاً للمرأة سوف نعلم هذه الزمامة نعلم أن كله توريستيكاً نحن نفهمو بالي للمرأة ستحدث عن مدينة باسنا التي سيتها في المدينة الألغيري وهنا أختي الى خلاليزاء ويفthrop مقل جغرافي كونسي ديري ايطن لكابتال دي زوريس واتو تصبر هي عاصمة الأوريس انا رح يندخلو لاتيس دعنا ونكسبو فيها ونديروها بان ذرب دوبينا ويجو پنس كاله ديون بطي اكسپسيونل حد الرأي الشخصي تاك وستعملنا فيها ان ذرب دوبينا وهادي هي يعني الانتروجكسون بكل بساطة هي صراحة الاستاذ مووش يحاسبك على الافكار على قد ما يحاسبك على طريقة الكتابة والعناصر الاساسية اللي لازم تكون متواجدة دوك العناصر الاساسية اللي لازم تكون في الانتروجكسون اللي هي عندي لتام عندي لعتاس وعندي لفرب دوبينا حكذا الاستاذ يفهم باللي هك فاهم وعرف كيفاش تكتب الانتروجكسون ووالا اما فيما يخص كتابة اللي هو العرض العرض اللي هنا كدهيك لازم عليكم تخليوا لالينيا اللي هي حداك الجزء البسيط حتى الاستاذي عرف بليا كنزاقلت من المقدمة الى العرض ل incarnك افووا دوك العريق بالداتهيك لازم عليكم در مجزك سبو الإزارγουم لازم عليكم درو هدوك الزاغيمون او الحجج والبراحين تكون عندها علاقة بوجهة النظر تعك يعني اذا كانت وجهة النظر تعك ايجابية رح تكون الزاغيمون تعك بشكل ايجابي والعكس. كلاسي الزاغيمون دي بي فابلة او بي فوق. اهنا الزاغيمون تعك لازم تبدأهم يعني من اقل اقل حجة الى اكثر حجة في الاقناع. يعني ممكن انكم تبدأوا توصفوها بطريقة بسيطة ومبعض تزيدو فالوصف بتاعكم. اهنا عندي هاد الاكضامبل هاولة مدينة باثنا كيم عليكم تشوفو. عندي كتبنا البقمية الدوزام ايه الدغني اعجيام. تعملنا اللي يكونول دان او مرسي. ولا وهنا يدرنا وصفة لمدينة باثنا. يعني حاولوا انكم تقلوه واذا قدرتو واذا حبيتو تنقلوه رح يعاونكم بزاف بزاف. هذا فيما يخص كتابة L'introduction et le développement Voilà هناك نحن نشوفا La conclusion La conclusion هي الخاتما قد يكون هناك لدينا Introduire la conclusion Par un connecteur هذه الخاتما تكس بوها ما Un connecteur Par exemple Ainsi Finalement Pour conclure Pour toutes ces raisons هذه الخاتما Des connecteurs نصابلهم للمسا لكم لدينا ی وصل اكسبوزي دان لانترجوكسون على فورمولان. يعني رحين تعودو تكسبو لاتلس ساعكم لترحسوها ديجا في المقدمة. ولكن ديرو لها إعادة سياغة. يعني إعادة سياغة لاتلس ساعكم حديك. داني عن conseي و او ننفتاتي. من خلال خادسة ما كدلك يمكنكم أن تعطونا سيحة أو دعوة لزيارة هدك الماكان. كما لكم تلاحظوا معي اللي هنا عندي هاد الخاصة بولايات باتنا هنا استعملنا الكونيكتور و هنا كنا درنا امتعشنا للمشاهدة للمشاهدة باتنا حدفي ما يخص تقريبا جميع الدروس كما قلت لكم يبقى لكم لكسيك مليوراتيف لكسيك ديكريسياتيف و نحاول كذلك نعود لهم والخص نشرحهم بشكل بسيط لانهم في اخر الدروس ما نظنش انها ستقل في الاختبار ولكن مع ذلك احين ديروا لها الملخص و هنا يخص احبتي درس هنا يوش ننصحكم يعني كنصيحة اولية انكم تحفظوا والسعنة للسعنة هي هذك الكلمات اللي نستعملوها في الرابور والكلمات الاخرى اللي نستعملوها في الكونسيكانس يعني باش تديروا الفرق بيناتهم لانه ممكن يعطيك جملة فيها و يقول لك هذا هو السؤال يعني اللي يطرح في الاختبار احنا هذي الجدول راح يلخصلكم جميع لازم عليكم تحفظوهم بشكل جيد و ان شاء الله في القناة و يعني في الدروس القادمة بحول الله احنا نقدم لكم شرح كافي و واضح جدا لهذا الدرس انا المهم عندي في هاد المراجعة الخاصة بالاختبار انكم تحفظوني لزارتكولاتور تاع الكوز و لزارتكولاتور تاع و هاد الجدول حي سهل عليكم كافي ويقول Baton عنده في معناة في الفلا خاصة تقول قادرة عن خاصة لكن في توجد تحديث ايجاً على مشكلة ايجاً على قد اعود او بعده اذا اگر بك انا عدت اعود جنود كار بان انات ريت اعود بان افت الحدوّ وعقس صحيح هذا هو ايخوس لكوز لكن اممم يوم بن مهم لكوز لكن لكوز ايجاً على سبيل المثال لكن لكوز ايجاً على سبيل المثال هنالك هنالك جدين سي الدهونة هنالك هادي ما يخص لسيبرداني هاتو هماتا دهونة أما فيما يخص لبخوطسيون الاندهونة تغير ما تحصلين هنالك هنالك هاتو كدال كاوضوا بعدهم هناك الأتحكمة لكم تفضدو هاتو الاتخيات كل واحدة بوش خاصة لانو هاد النوع منها الملخصات وهاد النوع منها الجدول او حيفيدكم بزا بزاف لانو في سنة رابعة متوسط والدروس القادمة بحول الله حينشوفوا بزاف تعالي غابور لوجيك لانك لازم من اول تبدو تفرقو بيناتهم وتحفظو كل يعني شاك غابور ولازغ تشكلها تختاعو هنا لازم تحفظو لتعالي كوز وتعالي كونسيكنس هذا بكل اختصار فيما يخص هاد الدرس ولديني اخیب بثدرس الو لعزيك الإلراطيف و لعزيك ديفرسياتيو هنا هاد سوأل ساعه في الارتبار سيقولك علedarризات دعزي毛 tipo يغبي rainsاتيو في مثل دير من مليعة المزyeة أو لعزيك تعالي أخبار مثل دائم اوقت اختصار فيها الحيب terms لما تحقو هاد سؤال وفي هذا المستلاحات تفهموا باللي رحي نستخرجو من النص مجموعات كلمات نستعملها في الوصف الجيد أو الوصف الإيجابي أو مجموعات كلمات نستعملها في الوصف السلبي donc le lexique amélioratif exprime un jugement positif sur un être ou sur une chose voilà يعني هو يعطينا حكم إيجابي par exemple عندنا des verbes par exemple le verbe aimer, adorer, admirer, contempler عندنا كدلك le verbe préféré choisir عندنا les adverbes par exemple délicieusement عندنا bien, magnifiquement, parfaitement عندنا كدلك des noms par exemple les adjectifs تلقاو كلمات belle, beau, magnifique, joli, large voilà هذا كلمل يعني des adjectifs amélioratifs يعني ستعملها في الوصف الإيجابي voilà par exemple عندنا des préfixes et des suffixes extra par exemple extraordinaire عندنا ياني بزاف مستالحات يقدرون ستعملها في الوصف الإيجابي و هذا هو ينخصدو بي le lexique amélioratif و le lexique valorisant voilà أما فيما يخص le lexique dépréciatif و يلنسمي و يلنسمي dévalorisant و يلنسمي le lexique péjoratif هذا كلمل نفس المستالحات يعني يحاولوا فقط أنكم تحتفظو بيها c'est pour exprimer un jugement négatif sur un être ou sur un chose يعني هذا النوع من المستالحات نستعملوهم لإعطاء حكم سلبية أو قيمة سلبية عندي ممكن نستعملو des verbes نستعملو des adjectifs نستعملو des adverb نستعملو نستعملو في السياح هذه عبارة تعبرنا على الوصف السلبي voilà أحباتي هذا فقط يعني باختصار كيفاش تضيرون الفرق بين le lexique melioratif et le lexique dépréciatif و اللي نسميه le lexique valorisant et le lexique dévalorisant لما تلقاوا هذا الكلمات في السؤال أحيان تبحثو على المصطلحات السلبية والمصطلحات الإيجابية voilà ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بهذا نكونوا أحباتي وصلنا لنهاية هذه المراجعة نتمنى تكونوا استفدتم معايا صراحة أنا أشوف فيها يعني ملخصة وشاملة لجميع الدروس وجميع النقاط اللي لازم عليكم تراجعوها تحضيرني الاختبار الأول فيما يخص كذلك الوضعيات الإدماجية توجد فيديوهات أخرى وفيديوهات كثيرة يعني فيها كذلك شرح مبسط وسهل جدا لكيفية كتابة الوضعيات الإدماجية كفية كتاب ثلاثيات يعني وصف شخصية تاريخية وصف المعنات تقسيحية كذلك فيما يخص نماذج الإختبارات رحي موجودة وبكثرة نتمنى أنكم تشوفوا هذا النماذج لأنه من خلالها رحين تقدروا تتراجعوا يعني وشوفوا كيفاش طريقة تطرح الأسئلة كذلك هنا فيديو يعني نتمنى من كل قلبي أنكم تشوفوها اللي هي الأسئلة الشائعة والمتكررة في الإختبارات وطلقت الإجابة عليها أحباتي كما شفتوا يعني متحلية فيكم وانتم المدللة اللي عندي في القناة صراحة عندكم يعني مكانة خاصة ومعاملة خاصة خاصة بما أنه عندكم شهادة التعليم المتوسط لازم تكونوا مستعدين لها بشكل جيد وانتم متانيك تحلوا في ديروا لي جام وفاقتاج لهذا الفيديوهات حتى تعمل فائدة على الجميع إن شاء الله واتفعلتكم وتعليقاتكم الجميلة لكي معتوا ما رح تشجعني بزفزف باش نواصل معكم هاد الدعم نتمنى لكم التوفيق من كل قلبي أحبتي أي سؤال أو أي غموط خليوا لي في التعليقات وحنجاوبكم بكل فرح وصرور أترككم في عدد الله حبد وسلام الله يا عليكم